بداية الحرب من 2011 نحنا لما كنا نطلع مسيرات كنا نخف نرفع العالم السوري كنا محاربي في 2012 نفس الشي كنا نستعين في باكستانيين وهنوت ومدفعهم مصاري بس يجي ورفعوا الأعلام معنا كنا أقلاء يعني الخوف أنه يكونوا دعم الكلام حماية نحنا بدنا نظهر للعالم طريق أنه نحنا متواجدين نحنا السوريين متواجدين هذا العالم في 2013 ببدايته يجوا لعندي نحنا كنا أمام السفارة السورية ما عاملين مسيرة قالوا لي نحنا منتفهم وضعكم الوضع السوري ونحنا منأزركم إذا بدكم شيء مننا نحنا جاهزين هنين كحزب أصلا كحزب إذا بتريدوا خلونا نجي معكم نحنا بي مسيراتكم حتى ندعمكم لأنه قضية السورية قضيتنا كانوا من البداية أنه كانوا أعرفين فنحنا قال لهم أهل وسهلة يعني فمسيرات اللي حملناها بعدين انتصلنا فيهم صار يوجد معنا فسألت أنا يعني لازم ناخدنا بقى على سوريا يشوفوا بالعين مجردي كيف الوضع السوري وأنا بصراحة آخر مرة مننا ندوي عندهم بنت من البنات اللي جات لهون عندها بنت سميتها أسماء مثل ما واحدة من جامعة كمان جابت ولد سميته أسد حتى بيحبوا سوريا ومتعلقين بسوريا ما بيخافوا لأنه لما لأنه هني سوريين هني بيقولوا عننا أنه هدول الفاشيين فالفاشي شو هو أنا فاشي مثل أنا هلأ اليوم اليوم اليسار اليسار هو الفاشي اليسار كان ضدنا اليمين كان معنا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر